أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي حياة الأمومة اليوم رح أحكي عن تكييص المبايد والحمل وكيف أنا حملت بعد خمس سنين من طفلي الأول بالأساس أنا عندي تكييص مبايد بس هو مو مؤثر على الحمل يعني بس كونه مسيطرة على الموضوع وسيطرة على وزني بتكون أموري تمام كتير يعني لأنه أنا حملت بأبني الأول وما كانت مؤثر على تكييص مبايد لأنه كان وزني كتير آليل أما بس أترك حالي وما أهتم بنظام الغذائية بتعب كتير من خربطة الهرمونات وهالشي بيأثر على جسمي وعلى نفسيتي وبيعمل لي خربطات بوقت الدورة الشهرية وبيعمل زيادة شعر وكل أعراض التكييص اللي هي كتير كتير مزعجة أنا جربت أخذ أدوية كتير يعني لأنه عندي تكييص المبايد هو بالوراسة ومن زمان يعني عندي يعني تقريبا من أكتر من 15 سنة يعني أنا جربت كتير أخذ أدوية وآخر شي ما نفعني إلا ننقص وزني وبالإضافة لنظام الغذائي النظام الغذائي هون رح يكون بيعتمد على تقليل النشويات لأكتر حد ممكن يعني النشويات هي كتير شي مضرب بحالة تكييص المبايد يعني مثلا نظام الكيتو دايت أو لوكر بكتير بيكون منيح بحالة تكييص المبايد لأن أغلب يلي عندهم تكييص مبايد بيكون عندهم مقاومة أنسولي وبالتالي الكاربوهايدرات والسكريات كتير بتكون مضرة ويفضل اعتماد لأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين والدهون الصحية وأنا قبل ما أحمل حملة تاني كنت كتير يعني هاملة صحتي ورجعت أعراض تكييص المبايد بشكل كتير مزعج يعني ورحت عالدكتورة وهي فورا لجأت لأنه تعطيني أدوية التحريض مشان أحمل طبعا هي بعد ما عملت لي الإيكو شافت أنه عندي حالة تكييص مبايد وهايك ففورا هي قررت أنه تعطيني أدوية مشان أحمل فأنا ما اقتنعت بكلامه وقررت أنه لأ رح خفف وزني قبل ما فكر بالحمل وبالفعل صرت تدور على صفحات وهيكي تساعدني فلقيت واحدة بتساعدني هي عطتني نظام غذائق وساعدتني لأبدأ نظام الكيتو دايت يلي بلشت فيه بواحد واحد ألفين وعشرين طبعا أنا بدأت بالكيتو دايت بوزن تقريبا 71 كيلو وبعد تقريبا شهرين ونصف نحفت شي تسعة كيلو تقريبا من وزني يعني التقريبا كثير استفدت يعني طبعا هو الرياضة شي كتير مهم وشي كتير أساسي بأي نظام يعني بأي حمية بدكت تتبعية لعزم يكون الرياضة مع بس أنا ما كتير كان عندي وقت للرياضة بوجود طفل وعمل وهيك فا ما كان عندي وقت للرياضة هو إلا كان ممكن أني إخسار وزن أكتر بعد ما تبعت نظام الكيتو دايت خفت كتير كتير عندي أعراض تكيوص المبايض من شعرانية وخربط الدورة شهرية وبعد ما خلص الشهر الثالث بعد الكيتو دايت صار عندي تأخر تأخر دورة شهرية مع أني ما كنت متوقع يصير حمل قلت مشان طمين حالي أنه تأخرت وعادي رح حلل ورحت على مركز طبي بعد دوامي رحت على مركز طبي وعملت تحليل تحليل حمل عن طريق الدم لأنه أنا ما بيين عندي بالتست المنزلي يعني بحاملي الأول ما بيين لهيك رح تعمل تحليل دم هو تحليل هرموني وطلعت نتيجة الحمل وطلعت إني حامل طبعا كانت فيه كتير كتير حلو بالنسبة إلي يعني ما صدقت عيوني من الفرح أنه أنه الحمد لله يعني ما كنت متوقع وكانت مفاجأة كتير حلوة يعني اتصلت وخبرت زوجي وهو صار يضحك هو كان متوقع وأنا كنت أخدي الموضوع مزح يعني كنت مزح بالموضوع يعني لأنه كنت قالي لأنه بس رب العالمين يعني يعطينا فبيكون هاد الوقت المناسب تاني يوم رحت عالدكتورة وتأكدت من الحمل كنت تقريبا بالأسبوع السادس وسمعت نبض الجنين اللي طمنت حالي يعني طمنت أنه الحمد لله أنه الحمل الأمور تمام يعني هالحكي كان يوم 1-4-2021 يعني طبعا كانت بداية ل يعني شي كتير حلو وممتع بالنسبة إلي وبشكر ربي على هالنعمالي اللي يعطاني إيها الحمد لله يا رب والله يعطي ويطعم كل همين بيتمنى أنه يرزقه بالزرية الصالحة يا رب هاي كانت قصتي باختصار عن الحمل وتكيّس المضايد والكيتو إذا في عندكم أي أسئلة فيكم تتركوا ليها بالكومنت وإذا عجبكم الفيديو بتمنى تدعموني وتعملوا لي لايك وتشاركوا الفيديو شكراً جيرلاً لكم